وعايز أتكلم مع حضرتك عن مستقبل التاريخ وطبعا حضرتك ذكرت نصر أكتوبر المجيد وتكلمت عن تفاصيل مهمة جدا يهميني في البداية أتكلم عن كتابة حضرتك عن نصر أكتوبر المجيد وستة أكتوبر هو أنا تناولت نصر أكتوبر المجيد ليس فقط على المستوى العسكري لأن كثير طبعا من الكتاب والقادة المصريين تناولوا هذا الموضوع لكن أنا تناولت على فكرة كيف أن حرب أكتوبر غيرت السياسة الدولية وعلى فكرة مصر طول عمرها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر هي بتغير في منظومة السياسة الدولية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تقصد أو لا تقصد هي مصر لها مكانة دولية ولها مكانة عند ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي فمصر دائما هي مكانة منذ أيام الحملة الفرنسية يعني الحملة الفرنسية غيرت وجه مقاومة المصريين للحملة الفرنسية هي غيرت وجه التاريخ وقدت إلى هزيمة فرنسا مصر مثلا فيه كموقع في الحرب العالمية التانية معركة العالمين غيرت المنظومة أو غيرت وجهة القوات الحلفاء أن انتصرت بعد كده على قوات المحور مصر في حرب ستة وخمسين بانتصارها السياسي المدوي في معركة تأميم قناة السويس قدت إلى تغيير القوى الدولية من إنجلترا وفرنسا إلى الولايات المتحدة والتحالي سوفيتي وبالتالي مصر دائما وأبدا في المحور وفيه بتغير الأحداث فحرب أكتوبر المجيدة بالفعل غيرت من توجهات المجتمع الدولي والسياسة الاستعمارية الغربية تجاه الشرق الأوسط إلى أن وضعت حدا فاصلا ما بين هذا المجتمع اللي كانوا بيظنوه مجتمع نائما مجتمع لا يدري مصلحته إلى أن مجتمع قام بإجراء قوي قد إلى تغيير السياسة الدولية مش بس المعركة العسكرية لكن هي المعركة السياسية اللي قدها بالفعل أو قدتها بالفعل مصر باقتدار شديد جدا فقدر تغير منظومة السياسة الدولية على المستوى اللي كان في الفترة دي من السبعينات واللي أدى في النهاية إلى الوصول إلى السلام أو يعني توقيع اتفاق السلام ما بين مصر وإسرائيل واسترداد الأرض في البداية كانت التحريك المصري الذي فعلته حرب 73 ليس فقط على المستوى العسكري ولكن على المستوى السياسي والاقتصادي أيضا العالم صحيح